طيب بصوا شباب انا برضو حبيت ان انا اعمل معاكم لان جالي اسئلة كتير قوي عن المشروع التاني ازاي ازاي نكتب الفقوزة التاني الفقوزة التاني شوية شكله يخض الحاجات اللي هو طالبها كتير هل احنا هنكتب الحاجات دي كلها هل مفروض ان انا اعمل كل اللي هو طالبوا مني ده بالتفصيل ولا مش بالتفصيل انا هشرح لكم كده بسهولة جدا ازاي نكتب المشروع ده بصوا يا شباب هنرجع للمشروع الاوليني بتاعنا بس بما ان المشروع المفروض ان هو في السعودية فاحنا خيانا نقول اكيد مش ديالتن فاحناقول بير محمد وزاي ما احنا برضو بنبدأ بس هو المرة دي طالب منك في المشروع انك تبدأ يقولك start your job application with the keyword success to be considered عايزك تبدأ بكلمة النجاح في المشروع بتاعك فبمنتهى البساطة ممكن نقول ايه success is what you are looking for النجاح ده الشيء اللي انت بتدور عليه تمام هتقوله هتسيب ممكن زيه لما انا كيتب قبل كده I understand that finding the right fit for your project is your top priority I see that you're looking for المرادبة هووا looking for a هووا looking for a furniture e-commerce digital لا مش حدول furniture I see that you're looking for a furniture هو بيدور على digital marketeer بيكون بيفهم في ال e-commerce يعني البيع عن طريق ال-online و ال-startups لأنه ان ده مشروع لسه حايفتح على ال-online فهتقول له I see that you're looking for a digital marketeer or e-commerce store and I can get this done for you as I'm ready to start right away هو هنا هو زي ما انتو شايفين طالب ايه digital marketeer for e-commerce store بس ال-store ده عبارة عن ايه عبارة عن furniture مش هتفرق بقى انت حتكتب له المهم ان انت راجل عندك فبرة في e-commerce stores وان انت حتقدر تعمل المشروع ده معي طيب عظيم جدا فكريم الحتة اللي انا قلتلكه لما هتقول للعميل if I will work in case we will work together I would rather to do the following in order to make sure that I give you the best experience وروح تكتب له انا هعمل لك كذا وهعمل لك كذا الحاجات دي بدل ما احنا كتبنا هنا كده هنمسحها وحناخد الحاجات اللي هو طالبها مننا copy زي ما هي وحنعدل فيها منك يعني هو في اول نقطة طالب ايه job responsibilities job responsibilities بتاعتك create an ideal buyer persona and target sorry target buyer persona اللي هو target persona and present how would you approach them فانت حتقول له لو احنا اشتغلنا مع بعض in case we will work together I would rather to do the following in order to make sure that I give you the best experience وحتقول له على شكل نقط I will create an ideal buyer persona and present how would how how طبعا هنشهد you وحنعملها would I approach them بمنتهى البساطة ولا حتى استفيد في الكلام ولا اي حيث وندخل على الجملة اللي بعديها طالب منك ايه تيني suggest the social media channels you will be working on to approach the buyer persona you suggested. يعني هتقترح انت كمان هتقترح ايه المنصات بتاع او platforms بتاع السوشال ميديا اللي احنا هنعمل عليها اعلانات عشان نقدر نجيب ال buyer persona ونجيب عملاء جديد فهتروح بمنتهى البساطة اخي ده copy مسكترح اللي اعجب طالب منك ايه وي حاول ايه او عشان نظر وي اسفل على اللي منك او نقطة كده وبدخل على اللي بعدي Manage and create content for the social media channels you suggested هنأخذ لحد the channels بس بأن you suggested already معروفة يعني أنت كده ولا كده أنت اللي بتسجست أنت اللي بتقترح معتروح كتب I will manage and create content for the social media channels يعني أنت اللي حتكون مسؤول عن أنت تعمل محتوى إلا حتعرضوا على social media الموضوع شفتوا سهل جدا يعني ولا أبسط من كده suggest the best suggest the best paid advertising platforms that we can use copy I will suggest the best paid advertising platforms that we can use أنا اللي حتطرح إيه أفضل منصات وإيه أفضل طرق الدفع للإعلانات إلا حنفزها على social media نرفع على بعد here suggest the monthly budget for the paid campaigns above and the plan you're going to implement to drive traffic and sales sorry want to do copy I will sorry I will suggest the monthly budget for the paid campaigns above and the plan that we're going to implement the plan that we are going to implement وهكذا هتكتب نفس اللي هنا هو هو نفسه بالأسلوب ده كده ومنتهى البساطة بعدين في الآخر هو يطالب منك إيه إن المشروع يكون one time project والfix price بتاعه 100 دولار فده معنى أنت مش هتقوله أنا حسبك بالساعة وإن سعر الساعة كذا والمشروع هيكلف كذا لأ هتقوله home project build cost fixed price which is 100 dollar بس looking forward to hear from you best regards طيب نطلع تاني فوق معلشة عند الحتة مشان أنا بس تنزل على الحتة لتحت اللي هيكت محيارة الناس الكتير هتقوله طبعا with my previous five years experience in the field I have worked on a similar project different respective companies as well and I have helped multiple companies too مش create catchy and engaging email marketing campaigns لأ حتقوله to start their e commerce store to nurture their nurture آه لا مش هنقول بقتوا nurture هنقول to start their e-commerce store to to generate and will to generate profits with 80% at the start and provided them with a true value for instance my last client I have worked with was the well-known well-known مثلا Hawla Al-Ailam Van Emirates or Balesh Van Emirates is 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 no well-well yacon xyz store as I help them to as I help them to start their own e their own furniture e commerce store and this gives me the right experience that you're looking for while I have attached a few samples for you for review and this is finished the project and you finished the project and you and you and 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 you you and you 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 you